اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة الكليل وهي حكينا انها هي للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل فيها لغاية تمام الساعة 6 و19 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة القلب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا احنا الان لانه احنا الحلقة منبثة اليوم السبت 19 شهر تقريبا عند المغرب فعشان هيك احنا ما زلنا في فترة خلو المسار خلو المسار هذا بنتهي الساعة 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بعد الحلقة ورح يعني الفترة هاي زي ما حكينا انه فترة خلو المسار لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهمة لتوقيع عقدة او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر ساعة 6 ونص بتوقيت جرينيتش بصير موجود بالعقرب وفي هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التعمين او قراءة رواية بوليسية او اشي مثير او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخذ قرار حاسم او شراء بيت بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل اليوم عندنا اول زاوية هي رح تكون في ساعات الصباح زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين اورانوس رح تكون في تمام الساعة 10 و 55 دقيقة ظهرا بتخلق عنا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع برضو سلبية رح تكون في تمام الساعة 8 و 41 دقيقة مساء هي زاوية التربيع بين القمر والزهرة اكثر المتضررين اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية اذ يتجه البعض للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 10 و 50 دقيقة مساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبما ان القمر رح يكون موجود بالعقرب معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 21 تسعة رح يكون في تمام الساعة 6 و 12 دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة 7 و 31 دقيقة مساء يعني تقريبا بحدود الساعة وربع مدة خلو المسار وبعدها القمر بنتقل للقوس اما بالنسبة لعمر القمر القمر ولاد تلهلال 3 ايام في تمام الساعة 5 و 21 دقيقة صباحا بيصبح 4 ايام نسبة الإضاءة 20% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد القمر في الميزان بدي انتقل للعقرب حتى 21 تسعة طبعا منتحس بسبب الزوايا اللي موجودة راح يظل انتحاسه لغاية ساعات الظهر حتى لما برجع لساعاته برجع سعادة ضعيفة لانه برضو في زاوية راح تتشكل بالليل يعني ما راح تكون عند المغرب هي زاوية تربيع بين القمر والزهرة راح تضعفه شوي عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة اليوم المزاج منتحس لانه بدأ يشكل الزوايا التربيع مع الكواكب اللي موجودة بالجدي فعشان هيك راح يصير فيه ضغط على عطارد فعشان هيك منحكي منتحس الزهرة في الاسد حتى يوم 12 المزاج يعني هو منتحس ولكن منتحس ضعيف ومش سعيد يعني محايد بيكون بالفترة هاي المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه منتحس بسبب التراجع المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 المزاج سعيد بنسبة 15% زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1-2021 مزاجه منتحس نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه منتحس بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما ان القمر الان صار في البيت الثامن يعني خلص بدي يستقر في العقرب فالفترة هاي بتتركز كلها على الاموال المشتركة على القروض على الديون على صفقات تجارية على مضاربات مالية على بعض الفواتير بعض التحصيلات المالية على المشاريع على العقود على النفقة القضايا المالية يعني كل الاهتمام بنصب على هاي الامور عشانك هو بمكانه مش داعم قوي لإلك ولكن برضو بظل يعطي شوية ايجابيات وخصوصا حول الامور المالية برضو المريخ بما انه في البيت الاول بيتراجع فمعناته شوي التقلبات اللي بتصير على مستوى المزاج والحدية والعصبية ما زالت موجودة فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب والتوازن الفكري مطلوب ومحاولة فرض الرأي بتكون هي الغالبة عليك فعشان هيك بدك تحاول انك يعني تسيطر على انفعالاتك بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء طبعا من اورانوس تحدث مفاجآت على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي عادة تم تيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم في ايجابيات عالي جدا ولكن زي ما حكينا انه في زاوية رح تخلي الوحد يصرف فلوس بدون حساب فعشان هيك حاولوا قدر الامكان تضبطوا اعصابكم عن صرف الفلوس اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا في نوع من انواع التواصل الجيد ما بين الاشخاص تنشط بالاتصالات والحوارات ولكن اهم ايش انك تضبط عصبيتك لانه شوي في نوع من انواع الحدية اثناء الكلام او ممكن انه يكون الكلام شوي مش مفهوم لدى البعض حاول انك تركز بشكل جيد وتوصل الرسالة باقل جهد اثناء تنقلاتك اثناء حواراتك بدك تضبط عصابك اذا عندك امتحان بدك تدرس بشكل جيد وتستعد بشكل جيد برضو ممكن اليوم يكون لك تعامل مع اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت جيدة اليوم في مجال للتقارب او للتفاهم مع افراد العائلة او النقاش حول موضوع عائلي او بتعلق باحد افراد العائلة ممكن تهتم بصحة احد افراد العائلة او تنشغل بامور الها علاقة بالتصليحات والترميمات والمشتريات او قضية بيتية منزلية او عقارية اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الزهرة وحكينا الزهرة اليوم رح تشكل زاوية مع القمر فعشان هيك بتكون تضبط عصابك اثناء التعامل مع الاحبة ما في داعي للعصبية او الحدية او الانتقاد او الاهمال حاول تخلي في نوع من انواع التوازن وحاول انك ما تتحسسش من اي كلمة او من اي تصرف ممكن اليوم شوي العاطفة هيك تتحرك عندك اتجاه البعض او حبيب قديم او بتشتاق لاحد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تحصل بعض المكاسب على مستوى عمل جديد او انجاز بعض الاوراق او المعاملات او تعزز علاقتك مع زملائك او رؤسائك بالعمل او يبادر احد الاشخاص بمساعدتك بعمل ما اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا عطارد عطارد اليوم رح يعمل تقلبات اثناء تعاملك مع الشريك ممكن يعني يصير فيه حساسية او ردة فعل او عصبية او توتر ما بينك وبين الزوج او شريك المال فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب وبرضو تعرف شو تتكلم وكيف تتكلم وكيف توصل الرسالة هذا المطلوب لانه شوي هاي الامور ممكن تعمل نوع من انواع الحساسية في بعض الاوقات اما بالنسبة للبيت الثامن فثم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية عالج الامور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الاجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد او على مشروع اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء يعني ممكن يكون بعض الاتصالات او الاهتمامات او القلق على احد الاشخاص في خارج البلاد ممكن مغترب ممكن اجنبي ممكن حبيب مسافر ممكن زوج في بلد ثاني يعني الاهتمام رح يكون على هذا الصعيد اهم شيء ضبط الاعصاب ممكن اليوم يتعطل لك بريد او مراسلة او ترسل رسالة لشخص خارج البلاد ولكن تتأخر ممكن تطلب بضاعة او تشتري بضاعة من خارج البلاد تتأخر بالوصول اللي عنده امتحان او عنده مقابلة على مستوى الجامعة يعني بده يهتم بكل المجريات لانه ممكن انه يواهجه نوع من انواع الصعوبة اما في الامتحان او في المناقشة او في المقابلة او حتى اثناء تعامله مع زملائه او مدرسي اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بيت السمعة طبعا القمر مشكل زاوية يعني نقدر نحكي انه شبه جيد يعني مع البيتك العاشر ولكن بالمقابل لا تنسى انه في عندك كواكب حادة موجودة فاما تشوه سمعتك اهم شيء ما تخالف القوانين وما تجازف وما تغامر انجز اعمالك بوقتها داوم ما تتأخرش عن الدوام حاول انك ما تتغيب عن اعمالك وانجازها خليك يعني نوع من انواع الدمث اثناء تعاملك مع زملائك او رؤسائك بالعمل الاجواب تكون ايجابية اما بالنسبة لبيتك 11 فبيتك 11 يعني بتتعامل ما بينك وبين الاصدقاء بشكل روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا في منكو راح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بصديق او مساعدة مثلا او تبادر لحل لا قضية بعاني منها ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب طبعا نبتن الموجود ما زال بيأثر على النفسية على الاوهام على القلق على التوتر وخصوصا بتيجي هاي كلها في مكانين اما انها بتيجي في البيت يعني في بيتك او بتيجي في اشياء لها علاقة بالصحة او بالعمل فعشان هيك بدك تنتبه على هاي المسائل وما تخلي الوسواس والقلق يسيطر عليك بشكل كبير برج الثور طبعا اليوم القمر صار موجود مقابلكم تماما يعني في البيت السابع فعشان هيك التركيز رح يكون على امور الها علاقة بالشراكة ولكن بدك تحذر انه طاقتك شوي ضعيفة فهاي ممكن انه اما انها بتشعرك بالاحباط او بالحزن او بتشعرك بنوع من انواع التقلب على المستوى الصحي حاول انك تكون صبور وحاول انك تركز بشكل جيد طبعا لا تنسى انه كمان اورانوس موجود في بيتك الاول هو اللي بيساعد على انه صير في تقلبات بالمزاج بشكل سريع وممكن انها تكون في لحظات حاد الطباع فعشان هيك اضبط اعصابك قدر الامكان وحاول انك تركز وتشحن حالك بطاقة ايجابية خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي بتشعر اليوم بنوع من انواع القلق او التوتر ممكن يصير فيه نوع من انواع الارباك او تقلب على المستوى المالي او ضغوط ممكن مصاريف ممكن التزامات ممكن يعني نوع من انواع الاسراف بيكون بالفترة هاي ضبط الميزانية بيكون افضل في منكو ممكن يحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل اضافي او بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا يعني بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات بتعطيك شوية نشاط للتواصل لاثبات الذات للإقناع سرعة البديهة قوية برضو ممكن تعطيك نشاط فكري او اشي ايه لواهتمام بالدراسة او بالترقلات او بالاتصالات اللي ممكن تكون كثيفة وممكن تستعين باخ او جار او يبادر احدهم لمساعدتك في امر ما اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء من الزهرة شوي بتعمل نوع من انواع الحساسية على مستوى البيت يا اما بتتحسس من كلام يا من انتقاد يا ردة فعل يا اما انه قلق على احد افراد العائلة يا اما بتتأفف من كثرة الاعباء والالتزامات اللي بتكون عليك وبصير ما عندك رغبة لانجاز اشي يعني نوع من انواع الاحباط حاول قدر الامكان انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتخلي فيه نوع من انواع التقارب ما بينك وما بين افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الشمس بتمنحك قوة ما زالت في مكانها فعشان هيك بتعزز نقاط قوة وخصوصا لموليد العشرية الثالثة على المستوى العاطفي رغم انه كل الكواكب بتضغط قاعدة على العشرية الثالثة الا انه الشمس بمكانها هاد صحيح انها بتشكل بعض الزوايا اللي فيها نوع من انواع صعوبة الا انه شوي عاطفتهم بتكون جياشة شوي ممكن يكون فيه نوع من انواع التواصل او الاهتمام بالاحبة او مع حبيب او مع احد الابناء او احد الوالدين ممكن تمارس هواية او تفرح في امر معين الو علاقة بخبر او الو علاقة بحدث اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء ضاغطة اليوم بسبب عطارد في بيتك السادس اللي بيسوي لك توترات او تقلبات على مستوى اشياء الها علاقة في العمل وهي تحدث نوع من انواع الاشياء المفاجئة او تشتت الذهني ما بتركز بشكل جيد فممكن يصير فيه بعض الاخطاء اللي لها علاقة بعملك او لها علاقة تقلبات على المستوى الصحي فبدك تنتبه على المسألتين هدول حاول انك تركز وتنجز اعمالك وحاول انك يعني تعيد المسألة مرتين ثلاثة اربعة قبل ما تقول انا انجزت عملي وتراجعها وتدقق في تفاصيلها ممكن يصير بعض الخلافات او النقاشات مع احد المعاونين في مكان العمل اما بالنسبة للوضع الصحي زي ما حكينا ممكن يكون فيه بعض التقلبات طبعا بسبب البيت السادس وبسبب القمر الموجود في البيت السابع فعشان هيك اليوم بوجوده بالبيت السابع بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم خصوصا الشراكات المالية وشراكات العاطفية وعلاقتكم ما بينك وبين الازواج اهم شي انك تحافظ على هدوء اعصابك ونبرد صوتك ما تعرض لقاءك للفشل ممكن تتسبب لك هاي الفترة بنوع من انواع التعاسي او الحزن او تشعر بالظلم او القهر ما تيأس وكون صبور لعلك تنجح اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا بتشكل نوع من انواع الضغط على مستوى امور الاموال المشتركة فممكن تحاول انك تحصل بعض الديون او تهتم في مسألة مالية معينة مشتركة ما بينك وبين اشخاص شوي بكون فيها نوع من انواع التعقيد او ممكن ما تمشي بالشكل اللي انت بالذكية حاول تركز بشكل جيد وحاول تكرر المحاولة اكثر من مرة وحاول تضبط اعصابك ممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة اما بالديون او باوراق مالية او عقود او اشياء العلاقة بالبنوك او المؤسسات المالية على حسب تخصصك او على حسب طبيعة عملك يعني الاوهاي على حسب كل واحد ايش بيشتغل اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او رغبة في امور الها علاقة بالسفر او اشياء الها علاقة بالجامعة والدراسة والامتحانات او شيء له علاقة ببحث عن مسألة علمية او فكرية او ممكن تحصل على بعض الاشياء او المعلومات اللي كان صعب انك تحصلها بالفترة الماضية ولكن زاوية التربيع ما بين عطارد والكواكب اللي موجودة بالجدي شوي بتخليك عند الدراسة اذا كنت انت طالب مثلا جامعي او عندك امتحانات ما بعد الجامعة في تخصص ما بتخلي شوي التفكير عندك مضطرب يعني ما بتقدر تركز بشكل كامل وممكن ترتكب بعض الاخطاء ممكن تكون على شكل جواب او ممكن انك انت حتى تتهرب من نوع من الدراسة يعني تنشغل بملفات ثانية حاول انك تركز وحاول انك انت تجبر حالك على الدراسة وما تروح لامتحان او مقابلة بدون الاستعداد الكامل اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة خالي من اي تأثيرات بتقدر تحافظ على سمعتك وتدعم علاقاتك اليوم خصوصا مع المعارف او الزملاء او رؤسائك بالعمل بالنسبة لبيتك 11 بدعمك على مستوى الاصدقاء فممكن تنشط ما بين الاصدقاء او يتوجه لك دعوي لحضور حفلي او مناسبة او لقاء اما بالنسبة لبيتك 12 فبدك يدير بالك من المريخ اللي بيجيب لك بعض الاعطال او الضغط او العصبية في مكان العمل او على المستوى الصحي برج الجوزاء طبعا اليوم القمر صار موجود في البيت السادس فاليوم التركيز رح يكون على العمل على عمل جديد على انجاز بعض الاعمال على الاهتمام ببعض الامور اللي ممكن يكون فيها نوع من انواع الصعوبة حتى على مستوى عمل او على مستوى صحة فعشان هيك شوي اليوم بدك تكون عندك نوع من انواع الهدوء والروية والعقلانية وقدرتك على التواصل وقدرتك على امتصاص غضب الاشخاص اللي حواليك ما تكون منفعل ما تكون عصبي ما تكون متهور ضبط العصاب والسيطرة على تقلبات المزاج هي المطلوبة خلال هذا اليوم لانه الان القمر صار يدخل في مراحل المقابل لا اليك فهذا الاشي شوي بوترك وشوي بسوي لك تقلبات مفاجئة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء اليوم تدعمك على المستوى المالي فممكن يصير فيه اتفاق او تحصل بعض الاموال من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم فهذا بتطلب منك شوية جهد وضبط الميزانية مطلوب اما بالنسبة للبيت الثالث فالزهرة طبعا اليوم بتسبب لك نوع من انواع التوتر او القلق او التشتت الفكري ممكن تنشط باكثر من اتجاه ما بعض فعشان هيك ممكن تفقد بعض الفرص او تفقد بعض الاشياء او ممكن انك ترتكب بعض الاخطاء انتبه لكلامك حاول تكون واضح ما تتسرع باحكامك ضبط الاعصاب مطلوب اذا كان عندك امتحان او عندك مقابلة او عندك نقاش اليوم بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تشتت الفكر عندك زيادة يعني بمعنى اخر التركيز مطلوب اثناء تنقلاتك اثناء حواراتك اثناء نقاشاتك اثناء امتحاناتك يعني حتى على الطرقات باثناء قيادتك للسيارة بدك تكون مركز ما في داعي للتهور اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء بتدعمك على مستوى البيت وتقرب من افراد العائلة او بتعمل نوع من انواع الحلول الجيدة ما بينك وبين افراد العائلة ما بنقدر المنزلية او مع افراد العائلة لا هي فيها نوع من انواع التفاهم وفي نوع من انواع التقارب ما بينك كل يوم ممكن تظهر بعض المسائل البيتية اللي تهتم فيها خصوصا على مستوى اشياء الا علاقة بتجهيزات بترتيبات باهتمامات عائلية او تواصل مع افراد العائلة او لقاءات او موضوع عائلي اجمالا ممكن انت تقوض فيه وممكن دعم من احد افراد العائلة لمسألة ما اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا عطارة اليوم رح يسوي تشويش عندك على المستوى العاطفي تقلب في المزاج ممكن تحتد او تتقلب بالمزاج او تستاء اثناء تعاملك مع احد الاحبة ممكن مع الحبيب نفسه ممكن تصرف معين ممكن يعني تحس بالاهمال او تحس بالقهر او بالظلم او باشياء من هذا القبيل وخصوصا يعني اشياء كلها الها علاقة بالاشياء العاطفية ضبط الاعصاب مطلوب عدم التسرع بالاحكام مطلوب برضو ما توجه انتقاد لاذع للحبيب او لاحد الاحبة اللي هم الابناء او الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فاليوم الاهتمام الاكبر عندك رح يكون على العمل حاولوا حاولوا انكو تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط كافي من الراحة ما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير اهل الخبرات لا تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بهدوء وروية ما تتسرع في قراراتك ممكن اليوم تنشغل بملف او بمعاملة او عمل جديد او يعني اثبات الذات في مكان العمل فعشان هيك بتطلب منك جهد كثير كبير خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي ما في اي تأثيرات للكواكب فبتتعامل انت والشريك او انت والزوج على طبيعتكم بدون لا تأثيرات ايجابية ولا سلبية يعني كيف انتوا مع بعض هي العلاقة الطبيعية اليوم بتكون عليها اما بالنسبة للبيت الثامن فممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مسائل الها علاقة بالاموال المشتركة ممكن تهتم بمسائل الها علاقة بعقد باتفاق بقرض بنوع من انواع المداولات والمجادلات على راتب او زيادة راتب او دعم معين ممكن مواضيع الها علاقة بالبنوك او الضريبة او التأمين او الاقصاط يعني الاهتمام رح يكون على كل شيء العلاقة باموال الغير وانت طرف من هذا الموضوع اما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعزز من اتصالاتك البعيدة وتواصلك مع اشخاص خارج البلاد وبعمل تقارب جيد ما بينك وبين بعض الاشخاص ممكن تحصل على اتفاق او تفاهم معين ولكن الاهم تنتبه اثناء قيادتك للسيارة اثناء تسرع نهائيا واستعد قبل ما تدخل المجازفة او المغامرة اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الاجواء جيدة وداعمة على مستوى بيت السمعة صحيح من ظلنا نحكي لما بيكون اي كوكب في بيت السمعة منقول لك لا تجازف ولا تغامر ولا تخالف القوانين عشان ما تشوه السمعة ولكن اجمالا اليوم في نوع من انواع الدعم رح يكون على مستوى بيت السمعة او دعم من بعض العلاقات او الاشخاص اللي ممكن شوي يدعموك باتجاه معين او يعزز بعض نقاط القوة لا اليك اما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا المريخ المريخ اللي بيضغط ما زال على بيت الاصدقاء صحيح انه بعزز بعض العلاقات وبيقرب ما بينك وبين بعض الاصدقاء وممكن يخليك تتهور في بعض المواقف او التجار ما بينك وبين صديق ولكن اجمالا الاجواء ايجابية وبالدعم من علاقتك اليوم ما بينك وبين الاصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او تسعد بلقاء صديق معين اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب هنا شوي بدك تركز يعني حاول زي ما حكينا بيتك السادس وبيت المتاعب هم بيتين مشتركات مع بعض في التوقعات فعشان هيك منقول لك حاول تنجز اعمالك وما ترهق حالك حاول تركز بشكل جيد اثناء تعاملك مع الغير برضو حاول تهتم بانجاز الاعمال المهمة دون ما تشتت حالك باكثر من عمل انتبه لصحتك راقب غذائك وراحتك اهم شيء وبرضو ممكن تحمل لك قلق على صحة احد الاحبة او الاهتمام باحد الاحبة او الرغبة بالتواصل او الاطمئنان على احد الاحبة برج السرطان طبعا اليوم القمر رح يكون موجود في مكان قوي جدا بالنسبة للك وراح يركز على العواطف عندك يعني رح يداعب عواطفك او يعزز العاطف عندك او علاقتك مع الاحبة فاليوم عاطفي بنسبة عالي جدا فحاول انك اليوم تستغل عواطفك وتقرب من الحبيب وبرضو الحظ رح يدعمك في بعض المسائل فعشان هيك بدك تستغل اليوم بكل طاقتك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء اليوم تقريبا رح يكون في نوع من انواع يعني شوي بدها نوع من انواع الحذر على المستوى المالي ممكن شوي يعني تحصل بعض المكاسب المالية او يجيك بعض المكاسب المالية من عمل اضافي او مستردات او همات او نوع من انواع ايجاد نوع من انواع الحلول او مشتريات اللي هعلاقة بالوضع المالي او مصاريف ولكن بالمقابل في عندك نوع من انواع الاسراف يعني في اشياء مالية اليوم ممكن تسبب لك نوع من انواع القلق او التوتر اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى الاتصالات والتواصل والرغبة بالتغيير وقدرتك على الاقناع بتكون عالية ممكن تنشط باكثر من تحرك او باكثر من اتجاه وكلها بتحاول تنجز فيها اشياء مهمة ممكن تهتم بامور الها علاقة بسيارة باحد الاخوة بامتحان بمقابلة المهمة الاجواء بتطلب منك دراسي واستعداد لبعض المسائل بشكل قوي اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء يعني تقريبا من عطارد بتسبب لك نوع من انواع التوتر بس على مستوى البيت او علاقتك مع افراد العائلة او انشغال في مسألة بتتعلق باحد افراد العائلة او اشيه له علاقة بالعائلة بيكون ظاهر اليوم ممكن خلافات نقاشات ممكن اجتهاد بحل مسألة معينة ممكن اعطال ترتيب بتنهمك بمناسبة او بشيء له علاقة بالبيت او بافراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الاجواء قوية جدا على مستوى امور العاطفة وهاي طبعا اليوم بتجتازوا يوم ايجابي بيبعث على البهج والانشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات وتحقق اعمالك تقدم واضح اهمش انك تخصص وقت لعائلتك انت مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسائلك والتواصل مع المحيط حتى عندك بعض الرغبة لإحداث بعض التغييرات ممكن تكون على المظهر كقصة شعر مثلا او صباغ شعر او امور الها علاقة بالتجميل الاجواء ايجابية ودعمة بكل قوة على هذا البيت حاول انك انت تستغلها لكل الامور اللي احنا ذكرناها اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء شوي هنا بتركز على بعض الامور اللي الها علاقة بالعمل فممكن تنهمك بعمل ما او انجاز بعض الاعمال او تتوتر من كثرة الاعمال او ممكن انه شوي يكون فيه نوع من انواع الصعوبة في انجاز عمل ما فممكن تتعاون مع بعض الاشخاص او يبادر بعض الزملاء او المعارف لمساعدتك برضو على المستوى الصحي بيحدث بعض التقلبات الصحية او القلق الصحي على بعض الاشخاص اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكي ممكن الاجواء اليوم تكون احسن من الايام الماضية وهي تعزز علاقتك او تتعاطف مع الشريك او تتلاقى انت والشريك بفكرة معينة وخصوصا ما بين الازواج ممكن تحمل لك مصالحة او تقرب او تلاقي او تراجع عن قرار سابق او تعاطف ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء رح تضغط على مستوى الاموال المشتركة فممكن اليوم تقلق بسبب وضع مالي معين او امور مالية ما بتعود لك يعني بتعود لاشخاص او مع اشخاص بتحاول انك انت تحصل جزء منها كنوع من انواع الدعم او المساعدة او حل وضع مالي معين ممكن قروض ديون سلف امور الها علاقة بالبنوك او الضريبة او التأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى مسائل الها علاقة بالسفر او اتصالات بعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن يصلك جواب اليوم يعني طال انتظاره او ممكن انه تتفاجأ بمعلومة كنت انت ما تعرفها بالفترة الماضية هذا البيت بيفيدك في موضوع العلاقة بالسفر بالاتصالات البعيدة تواصل مع الجانب حتى على مستوى الامتحانات الجامعية والمقابلات برضو ممتاز جدا اهمش انك تستغل الوقت المناسب وتستعد بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر بعزز امور الها علاقة بالسمعة ولكن اهم شيء زي ما حكينا المريخ بتراجع فما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك ببعض الكلمات او التصرفات او الافعال يعني بدك تركز بشكل جيد ما تخالف القوانين خليك دائما واضح بكل معطياتك خلي فيه نوع من انواع التعامل الجيد ما بينك وبين زملائك او ما بينك وبين رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيد وبتدعمك على مستوى امور الها علاقة بالاصدقاء فممكن اليوم اما تنشط مع الاصدقاء او يتوجه لك دعوة لزيارة او مقابلة او مثلا لقاء بعض الاصدقاء او تعاون ما بينك وبين صديق على انجاز بعض الامور المهمة اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب خالي فعشان هيك اليوم عندك قدرة لانجاز اعمالك وبرضو عندك قدرة للاهتمام ببعض الاعمال او امور الها علاقة بالصحة الصحة طبعا اليك او لاحد الاحبة او زيارة مريض برج الاسد طبعا بالنسبة للاسد معروف ان القمر الان في بيتك الرابع وهو بيت تربيع مع برجك فعشان هيك شوي مكانه ضاغط شوي فعشان هيك نسبة عالية من موليد برج الاسد اليوم اهتمامهم رح يكون على المستوى العائلي او مستوى البيت او على مستوى الابناء مستوى امور شؤون داخلية ممكن ما يكون لك رغبة حتى من الخروج من البيت او بعض الاشخاص ممكن يرجعوا لارض الوطن او يستقروا في مكان نشأتهم او يحنوا لتاريخهم وارضهم وبلادهم واشياء من هذا القبيل فعشان هيك التركيز كله اليوم بكون على البيت والعائلة والمسكن والمشتريات والالتزامات والتقارب واشياء واجبات اجتماعية عائلية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا بتدعمك على مستوى امور الها علاقة بالمال فممكن اليوم تحصل على مكسب معين او دعم معين او من عمل اضافي او وقوف بعض الاشخاص يدعموك شوي ماليا بالفترة هاي فعشان هيك الاجواء ايجابية ممكن تحصل من خلالها بعض المكاسب او الارباح او اشياء ممكن تجيك من عمل اضافي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء شوي بتخلي فيه عندك نوع من انواع التقلب بالمزاج صحيح عندك قدرة على التواصل والحوار وعلى الاقناع وممكن يجيك رغبة او شغف عالي للتواصل مع الاحبة او مع المعارف كاتصالات فيه منك ورح ينشط باكثر من اتجاه او باكثر من عمل ولكن بتطلب منك التركيز الوضوح بالكلام منطرح حاول انك تكون يعني ايصال الرسالة يكون بابسط الكلمات بدون حدية بدون عصبية بدون جدال وبرضو خلي فيه اشياء يعني ممكن تصير فيه نوع من انواع التعامل ما بينك وبين احد الابناء او احد الاخوة او احد الجيران اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا رح تنهم كل يوم بادخال تعديل على مسكنكم ممكن منكم ممكن يغير سكنه او يميل لأفراد العائلة او افراد العائلة يمدوا يد العون لاله ممكن تدخل فترة فيها نوع من انواع المواجهات مع الحبيب او مع احد افراد العائلة الفترة متوترة شيئا ما ممكن تضطر للاهتمام باحد افراد العائلة او بعطل منزلي اهم اشي انك ما تهمل صحتك اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الاجواء على المستوى العاطفي الروتينية يعني بتتعامل مع الاحبة بشكل روتيني تقريبا اليوم ما بدك تعتمد على الحظوظ بدك تعتمد على مجهودك الشخصي في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي اللي هلقى ممكن هيك بقصة شعر تجميل اهتمام بمظهرك او اشياء من هذا القبيل ولكن هذول قلة اللي رح يعملوا هذا الشيء ممكن في الايام القادمة يصير اكثر الاهتمام في هاي المسائل اهم اشي انه في منك رح يكون له تعامل مباشر اما مع احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتركز على امور الها علاقة بالعمل فممكن تنهمل بمسائل فكرية الها علاقة بالعمل او تطوير عمل او اتصالات عمل او اشياء الها علاقة بالصحة ومراقبة الصحة اليك او لاحد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء هنا بتركز على امور الها علاقة بالشراكة اهم اشي انك تحذر من نقاشات وحوارات وفرض الرأي وبرضو دير بالك من الببد بمسائل الها علاقة بالقانون بالفترة هاي لانه اول اشي الوضع مش مناسب ممكن يصير اي خلاف او نقاش او حوار بين مسألة قانونية او امنية او قضية او اشي له علاقة بالقضاء فبدك تكون حذر من هاي الامور اذا انت ما اليك علاقة في هاي الامور مثلا ما عندك مشاكل مع القانون الامور ممتازة ما تخوضش فيها اذا كان عندك مشاكل مع القانون بدك تركز وتضبط اعصابك بشكل كبير بدون انفعلات وبدون عصبية وبدون تهور اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء هنا بتركز على الاموال المشتركة فممكن تحصل بعض الدعم او بعض المكاسب او بعض الاهتمامات او ممكن اشخاص يدعموك في مسألة او يساعدوك في مسألة مالية معينة الاهم انك انت يعني اهتماماتك هاي ما تكون نوع من انواع الفرض اللازم على الاشخاص يعني بدك تكبح جماح التهورات او التقلبات او الطمع في بعض المسائل او فرض الرأي يعني كل انسان على حسب وضعه بيبادر بمساعدتك في بعض الانجازات اللي ممكن تكون على مستوى امور الهلاقة بالقضايا الامنية او القضايا المالية اللي تطلب نوع من انواع التعويضات او الغرامات اما بالنسبة للبيت التاسع على مستوى الاتصالات لبعيد اليوم الاجواء مش مساعد كثير ممكن رغبة في التواصل مع بعض الاشخاص او التحاور مع بعض الاشخاص ولكن ضبط الاعصاب مطلوب ما تنزعج وما تعصب وما تتهور اذا كان عندك امتحان او مقابلة جامعية بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحدود نهائيا اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا من المريخ هنا بتهدد اشي العلاقة بالسمعة طبعا بدك تحذر صحيح الاجواء مش خطرة كثير لان القمر ممكن بخفف عليك شوي ولكن برضو منقول لك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين وهذا اشي بديهي بما ان المريخ بتراجع في بيتك التاسع ممكن يجيب لك بعض الاخبار السلبية من اشخاص خارج البلاد او تقلق على احد الاشخاص او عندك يعني عاطفتك بتوجهك لشخص معين ولكن عزة نفسك ما معاك انك انت تتواصل معاه او تبادر بالاتصال دير بالك ما تخلي عواطفك تسيطر عليك زيادة عن اللزوم اما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم تهتم ببعض او ممكن تسعد بلقاء بعض الاصدقاء اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب بدك تنتبه من بعض المسائل اللي الها علاقة بالعمل يعني انجز اعمالك ما تخليها تتراكم وبرضو في نفس اللحظة بدك تهتم ببعض التقلبات الصحية او الاهتمامات الصحية اللي بتتعلق فيك او في احد الاحبة برج العذراء طبعا اليوم الاهتمام رح يكون على مسائل الها علاقة بالحركة اليوم انت نشط كثير لدرجة انه ممكن ما تهدأ وتيرتك ممكن اليوم انت تجري اتصالات بكثافة عالية جدا او تتنقل لاكثر من مكان او تتحاور مع اكثر من شخص رغبة بالانطلاق والكلام والتعبير والشروحات والعواطف ووائلة ما لنهاية بتكون بأوجها فعشان هيك حاول انك تنطلق وحاول انك تركز اهم شي انك ما توجه انتقاد وما توجه كلام لاذع بتكون الامور ممتازة اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الاجواء اليوم رح تعمل نوع من انواع الضغط على مسائل مالية معينة في من كور رح يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن في مصاريف او متطلبات مالية او قلق من وضع مالي معين اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا اليوم رح تنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وللتعزيز العلاقة مع اخ اوجار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي برؤية والحكمة والموضوعية يعني انا بنصحك تكلم والتعبير عن عواطفك وتوضح افكارك يعني تكون واضح تماما ممكن منكم يطلق حمل الترويج او يسمع خبر سار اما بالنسبة لبيتك الرابع فطبعا في بعض الاهتمامات بالمسائل العائلية او امور الها علاقة بالبيت او ممكن تقلق بشأن تضاع انها تضاعف مسألة او تكبر مسألة لها علاقة بالبيت او بافراد العائلة او نقاش او حوار او تظهر مشكلة بتتعلق باحد افراد العائلة تلفت انتباهك او يكون عندك اعمال كثيرة ما تهدأ وطيرتك من كثر هاي الاعباء او النشاطات خلال هذا اليوم يعني برضو ما تهمل بيتك وما تهمل علاقاتك وانجز اعمالك بشكل جيد بخصوصا الامور العائلية والاجتماعية اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة اليوم يعني بتساعدك بتعزيز العلاقة مع الاحبة او التواصل معهم او تقرب منهم فعشان هيك شوي بدك تستفيد من هاي الدرجة للتواصل او للتنقل او رفقة الحبيب في مشوار او لقاء او ممكن انك تغامر في بعض المسائل اللي في لها علاقة بالحضوظ فعشان هيك ما تغامر كثير يعني حاول انك تكون دارسها بشكل جيد عشان ما تنحسب تهور في منك رح يكون له تعامل مع احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فهونا الاجواء شوي ممكن تضغطك على مستوى العمل يكون عندك اكثر من عمل او رغبة بانجاز اكثر من عمل مع بعض حاول تركز على عمل واحد بدون ما تشتت حالك باكثر من اتجاه في منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية او تقلبات الصحية او الشعور بالتعب او ممكن اهتمام بصحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء بتدعمك بقوة على مستوى علاقتك بالشركاء او شريك المال او العاطفي ما بين الازواج ما ممكن تحمل مصالحة او تراجع عن قرار سابق او اتفاق ما بينك وبين الشريك على موضوع او رفقة او تنشطه بمشوار او رحلة او خروجه معينة يعني الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية وبرضه بتدعم على مستوى المصالحة وبداية جديدة اما بالنسبة للبيت الثامن فهنا في ضغط على الاموال المشتركة ممكن تسبب لك نوع من انواع الارهاق يعني ممكن تفكر في دعم معين او التحصيل على دعم او تبادر بدعم اشخاص او ممكن تهتم بمسائل الها علاقة بالبنوك والضريبة والتحويلات المالية او العقود او مشاريع معينة تهتم فيها بشكل كبير اهم انه ما تبادر بمصاريفك ما تبالغ بشكل كبير وفي نفس اللحظة انتبه للأوراق اللي بتوقع عليها اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجوار راح تدعمك على مستوى التنقلات البعيدة او الشوارع المفتوحة وممكن تعزيز علاقتك مع اجانب او اشخاص خارج البلاد او تواصل معهم لاقناعهم بمسائل ما وفي منك راح يهتم بمسائل علاقة بالجامعات او الدراسة او امتحانات او علاقة مع اصدقاء بالجامعة او ممكن مدرسين اهم اشي انك يعني اذا كان عندك امتحان او مقابلة تدرس وتستعد بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك العاشر فهنا نرجع لبيت السمعة منقول لك دير بالك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تخالف القوانين اهم نقطة هاي لانه هاي النقطة اللي بتشوه السمعة برضو ما تتغيب عن عملك وما تدخل بأي جدال او نقاش او حوار ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل ويكون حوار حاد عشان ما تتسجل عليك نقاط سلبية اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط مع بعض الاصدقاء وممكن يحملك لقاء او دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء او صديق يحقق يبادر بمساعدتك في مسألة ما اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا اليوم دير بالك من بعض الامور اللي الها علاقة بالتقلبات الصحية اللي ممكن تظهر او تشعرك شوي بنوع من انواع التعب او ممكن يتراكم عليك التعب وتشعر فيه في الايام اللاحقة فعشان هيك اشعرت بايشي غير اعتيادي راجع طبيبك حاول تنجز اعمالك وما تخليها تتراكم عندك برج الميزان طبعا اليوم رح يكون الاهتمام مالي يعني اهتمام رح يكون على الدعم على المال على الرواتب على المصاريف على الالتزامات على المشتريات على الاجواء اجمالا كلها رح تكون يعني المال طرف اساسي في هذا الموضوع خلال هذا اليوم فعشان هيك ممكن تحصل اشياء ايجابية وخصوصا لو نظرنا لبيت المال البيت الثاني منشوف انه الاجواء ايجابية ودعم للك فمنكم ممكن اليوم يعني يحصل بعض المكاسب ولكن الاغلب انه بنصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة الحصول على مال بيكون على الاغلب من عمل اضافي هاي الفترة حافلة بالاعمال والمسؤوليات اهم شي انك تتفائل بالخير وانطلق اسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الاجواء وحسن علاقاتك الفترة هاي بتحمل نوع من انواع الانشغالات على الصعيد المالي اما بالنسبة للبيت الثالث فهو يعني شوي بيساعدك في بعض الاتصالات والنشاط الفكري او التواصل مع المحيط ولكن المطلوب منك ضبط الاعصاب ما في داعي انك انت تتهور او تعصب او تحتد خلي كلامك واضح ويعرف كيف توصل الرسالة او توصل الكلمة بمختصر مفيد بدون ما تحتد وتعصب اذا كان عندك دراسة او امتحان بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وانتبه اثناء تنقلاتك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء بتدعمك على مستوى امور الها علاقة بالتنقلات والحوارات افراد العائلة او تتواصل مع احد افراد العائلة بموضوع مهم ممكن يظهر بعض المسائل اللي الها علاقة بمشتريات او ترتيبات او ديكور او استعدادات او حلول لبعض المسائل العائلية او البيتية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي شوي فيها نوع من انواع الحساسية فعشان هيك ممكن تقلق على احد الاحبة او تتوتر بسبب شيء او حدث معين مع الحبيب ممكن تبادر بمساعدة الحبيب في مسألة معينة وممكن يصير فيه عتاب او جدال او خلاف ما بينك وبين الحبيب بسبب موقف او كلمة راعي تقلباتك وراعي مشاعرك حاول ما تخوض بامور يعني توسع الفجوة ما بينك وبين الحبيب في هذا اليوم خصوصا ما بينك وبين احد الاحبة او الابناء او الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه جيد شيئا ما فبتساعدك على انجاز عمل او ممكن تهتم بعمل ما او ممكن انه يعني يكون لك رغبة في تواصل لاجل حلول لبعض الامور اللي بتتعلق اما بملفات او معاملات او عمل او مع زملائك بالعمل او يبادرهم بمساعدتك في منك راح يهتم ببعض الشؤون الصحية اللي بتتعلق فيه او في احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء هنا ضاغطة شوي على مستوى بيت الشراكة فحاول قدر الامكان ما تدخل بنقاشات او حوارات او خلافات او جدالات ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج فحاول قدر الامكان تضبط عصابك اليوم بدون تحسس وبدون ما تكبر الفجو ما بينكم اما بالنسبة البيت الثامن فالاجواء اليوم تدعمك على مستوى الاموال المشتركة فممكن تهتم ببعض العقود او المناقشة بعض الالتزامات او المناقشة بعض الامور المالية او ايجاد حلول لوضع مالي معين ممكن تحصل اموال لا الى تحصلها خلال هذا اليوم او تهتم بادارة اموال الغير في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالاوراق والمعاملات القانونية او المالية وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة اما بضريبة بمحكمة بنفقة بميراث باشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم يعني ممكن يكون في بعض النشاط على مستوى الاتصالات البعيدة ولكن مش بالكثافة المعتاد عليها ممكن تهتم بتواصل مع بعض الاجانب او اشخاص خارج البلاد او دراسة او امتحانات ولكن اذا كان عندك دراسة او امتحان تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضود واذا كان عندك تنقلات على الشوارع المفتوحة حاول انك تضبط اعصابك وما تندفع وما تتهور خوفا من الحوادث اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك بقوة بتعزز من سمعتك وما من علاقاتك مع زملائك او رؤساءك بالعمل بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك 11 فهنا الزهرة شوي رح تضغط على مسائل اللي لها علاقة بالاصدقاء ممكن تقلق على احد الاصدقاء او تتوتر بسبب حدث ما الو علاقة بالاصدقاء اشحن حالك بطاقة ايجابية وانطلق اجتماعيا فالفرص ممتازة اما لتلاقي او لتقابل او لحلول ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بدك تنتبه لبعض التقلبات اللي ممكن تيجي على العمل او ضغوط عمل او ممكن بعض الامور اللي لها علاقة بالصحة اجمالا يعني الاجواء جيدة وبتساعدك على انجاز بعض الاعمال على صحة احد الاحبة برج العقرب طبعا اليوم القمر موجود عندكم ورح يمنحكم طاقة يعوض الضغوطات اللي كانت في الايام الماضية فعشان هيك اليوم انتو بتتمتعوا بنشاط وحيوية وبيجي بينجذبلكوا افراد الجنس الاخر بادروا لخطوة جديدة بنشأنها انها تدعم مركزكم الاجتماعي بتدور الاحداث بسرعة كبيرة ومع وجود القمر في برجك بتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جواب بتنتظره ممكن تفرح لخبر او لانجاز معاملة ممكن تنطلق بمهمة طال انتظارها ممكن اشي جديد يدخل حياتك من اكثر ايام الشهر حض ممكن انها تمر عليك فعشان هيك يحاول انك تستفيد منها وتستغلها بكل طاقتك اما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الامور المالية شوي بتسبب نوع من انواع الارباك او القلق او يعني بتكون بحاجة لبعض المصاريف او لبعض الاغراض او الالتزامات ولكن الوضع المالي جمالا ممكن يسبب لك نوع من انواع الارباك صحيح انه في منك ممكن يحصل بعض اموال بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات ولكن التقنين مطلوب في هاي الفترة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء يعني بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتلاقي وعندك قدرة على الاقناع عالي جدا سرعة البديهة عالي جدا برضو رغبتك للتواصل ممتازة يعني ممكن تنشط باتصالات بحوارات بنقاشات وبرضو في اهتمام رح يكون او لشيء له علاقة اما اخ او جار او امور لها علاقة بالدراسة والامتحانات والتنقلات اما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الاجواء على مستوى البيت بتشكل نوع من انواع التوتر في قلق او خوف على مسألة لها علاقة باحد افراد العائلة ممكن الامور لسه ما وضحت بالشكل الكافي اللي طمئن بالك ممكن قلق على مسألة يعني اشي جديد قاعد بصير حواليك او تطورات منزلية فعشانك ضبط الاعصاب مطلوب حاول انك ما تفرض رأيك ما تدخل ثير بشؤون الغير حاول تقارب بوجهات النظر حاول انك تكون قريب ولكن بدون انفعالات بدون حساسية بدون عصبية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة على المستوى العاطفي وهي شوي بتطمنك يعني بتخلي فيه نوع من انواع التواصل العاطفي مع الاحبة او تقارب مع الاحبة ممكن شوي كلك اهتمام بالحبيب او مرافقته او مساعدته او يعني شوية اهتمامات تكون لأحد الابناء بشكل خاص بسبب ظرف معين او مع احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا المريخ موجود هنا فبضغطك على مستوى العمل بسبب لك نوع من الارباك او القلق او التوتر في بعض الاعمال ممكن قلق من عمل ما او من عمل جديد او انه في ملف شوي بكون في نوع من انواع صعوبة ممكن يبادر بعض الاشخاص لمساعدتك او يبادروا لحلول بتناسبك ولكن الاهم انك برضو تراعي وضعك الصحي لانه شوي الوضع الصحي عندك متقلب اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكة فهي بتخلي فيه نوع من انواع التوافق او التلاقي او التقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم وممكن تتفق اتفاق بانك تحلوا بعض الامور او تروحوا على مكان معين او تهتموا باحد الاشخاص يعني فيه اتفاق مشترك ما بينكم اهم شي بدون انتقادات وبدون حدية وبدون عصبية اما بالنسبة للبيت الثامن فراح يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى امور الها علاقة بالاموال المشتركة فممكن تنجز بعض الاعمال او تهتم بملف او بادارة بعض الحسابات وخصوصا اموال الغير ممكن تهتم بنشاط الو علاقة مثلا بقضية بمحكمة بنفقة بغرامة بتحصيل اموال من جهة ما يعني فيه نوع من انواع الدعم رح يكون موجود وممكن تحصل بعض الديون اللي لقلك او الاموال اللي كان صعب انك تحصل ها بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة فممكن تنشط ببعض الاتصالات مع اشخاص خارج البلاد وممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة باجانب او 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 اشياء الها علاقة بالدراسة الجامعية او الامتحانات او حتى القضايا القضائية او الاوراق القانونية اجمالا الاجواء ايجابية اليوم بتساعدك في انجاز اي امر من هاي الامور صحيح انه ممكن يكون في بعض القلق على بعض الاشخاص خارج البلاد ولكن انه اجمالا الاجواء رح تكون مطمئنة بالنسبة لك اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة يعني الزهرة شوي ممكن تخليه كيك تشتت فكريا او تبادر في بعض الامور اللي فيها نزوة او فيها غراميات او مجازفات اللي ممكن تشوه سمعتك دير بالك ما تشوه سمعتك باي تصرف حاول انك تخلي في تقارب ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل برضو على اساس انه هذا برضو بيأثر على السمعة يعني بمعنى بدك اهتمامات واسعة عشان تتفاد اي شي بشوه السمعة ان كان على مستوى العمل او على مستوى السمعة اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الاصدقاء وهي بتعزز من علاقتك مع بعض الاصدقاء او تواصل معهم او ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بين صديق او انك انت توجه النصح لصديق ما اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا عطارد هنا رح يضغط على مسائل الها علاقة بالعمل فما زال يعني فيه نوع من انواع التوتر لانه عطارد هو اللي بضغط فممكن يكون عندك كثير من الاعمال كثير من التحركات كثير من النشطات اهم شنك تركز عشان ما تخطئ وبرضو في نفس اللحظة بيسبب بعض التقلبات على المستوى الصحي او القلق على المستوى الصحي بتعلق فيك او في احد الاحبة عشان هيك برضو بتطلب منك تركيز برج القوس طبعا بسبب وجود القمر الان في بيت المتاعب هذا بسبب لك نوع من انواع التقلب النفسي وفي نفس بعدم الراحة عدم الارتياح تقلب بالمزاج هيك شعورك بنوع من انواع الفوضى او الاكتئاب او انك تدخل في اكثر من صراع نفسي مع بعض طبعا هذا كل شهر لما بيصل القمر بيدخل على العقرب بدخلك في هاي المرحلة حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان حاول انك ما تجازف بحضوظك حاول انك برضو في نفس اللحظة تختلط بالمجتمع وما تنطوي على نفسك راقب صحتك وراقب غذائك اما بالنسبة للبيت الثاني الاجواء يعني بتحمل بعض الحلول او بعض الفرص على المستوى المالي ممكن بعض المكاسب تيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن اجمالا تكثر عندك المصاريف او ممكن انت تتجه لصرف الفلوس نوع من انواع تفريغ الطاقة السلبية الموجودة اما بالنسبة للبيت الثالث فعلى مستوى الاتصالات والامور الحوارية شوي في حدية بالطباع عندك فعشان هيكلامك ممكن يكون مش مفهوم ممكن تنفع خطأ ممكن شوي توجه كلام لاذع او كلام حاد لبعض الاشخاص اضبط عصابك حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية بدون انفعلات وبدون عصبية خلال هذا اليوم يعني بدك تضبط عصابك انتبه اثناء تنقلاتك اثناء حركتك وبرضه ممكن اليوم يكون لك تعامل مع اخ او جار اما يعني في اهتمام بمسائل بيتية او عائلية او ممكن تتفشش بعمل في البيت او في احد اشخاص البيت يعني تفش غلك او تفش خلقك او يعني تدخل بجدال او حوار قدر الامكان اضبط عصابك انجز اعمالك المهمة حاول ما تخوض باي صدام او صراع ما بينك وبين افراد العائلة ممكن اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا اليوم العصبية ضاغطة جدا فممكن تفتح عليك بعض المواجع او بعض الذكريات او بعض الامور العاطفية اللي تخلي العاطف عندك جياشي ولكن من انتجاه سلبي يعني حساسية الشعور بالظلم الشعور بالخدلان النقمة على الحبيب لانه تسبب لك بأذى نفسي او بأي نوع من انواع الاذى ما في داعي انك تكبر الامور وتخلي النفسية تتقلب بزيادة خلال هذا اليوم ضبط الاعصاب مطلوب وبرضو تكون منطقي وواقعي مطلوب ممكن يكون لك تعامل مع احد الابناء او مع احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل اليوم ضاغطة فممكن يتراكم عندك الاعمال او ما تقدر تنجز اعمالك بشكل كامل ممكن يصير عندك نوع من انواع الخلاف او الجدال في مكان العمل او تستاء من شيء العلاقة بالعمل حاول تنجز الاعمال الضرورية والمهمة وتركز فيها وحاول انك ما تحاول تمسك اكثر من عمل مع بعض برضو لازم تنتبه اليوم لصحتك من بعض التقلبات اما الموتينية على طبيعتكم وتتعاملوا يعني ما تبادر بشيء جديد وما تكبر الامور والخلافات يعني هي طبيعتكم اللي راح تكون مسيطرة على الموضوع ولكن طبيعتك اليوم لانه حاول تصبر كمان يوم يومين لحديث ما القمر يوصل لعندك بعدين الاجواب تصير ايجابية اكثر ممكن تبادر في خطوة جديدة اما بالنسبة للبيت الثامن راح يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى المالي ممكن تهتم ببعض الامور المالية المشتركة او ترتيب دفعات او التزامات او قروض او تهتم ببعض الدفعات او يعني حسابات الها علاقة بالوضع المالي ممكن بعض ينشغل في ملفات الها علاقة بالقانون المالي زي نفقة او زي امور ضريبة او امور ميراث مثلا ولكن الاهم انه ما تجبر اشخاص او تحمل اشخاص عبئ الوضع المالي اللي انت موجود فيه اما بالنسبة للبيت التاسع فالامور على مستوى بيت الزهرة يعني شوي بتضغطك على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن الاهتمام بمسألة بتتعلق بشخص مقيم خارج البلاد او اجانب او سفر او اوراق مثلا زي مثلا بوليس التأمين او بوليس الشحن مثلا او اغراض بتكون مشتريها من خارج البلاد بتنتظرها يصير فيها نوع من انواع التأخير او حتى على مستوى دراستك وامتحاناتك الجامعية بدك تدرس وتركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وانتبه اثناء تنقلاتك اما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الاجواء تقريبا جيد اليوم يعني بتقدر تحافظ على سمعتك او تدفع عن سمعتك او يعني تبادر باشي الو علاقة بتطوير مسألة او علاقة ما بينك وبين بعض المعارف او على مستوى العمل مع زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 على مستوى بيت الاصدقاء تقريبا يعني الاجواء فيها نوع من انواع الضغط ممكن تستاء او تتحسس او يكون لك ردة فعل عصبية اثناء حوارك مع احد الاصدقاء او ممكن تستاء من تصرف احد الاصدقاء يعني الاجواء شوي فيها نوع من انواع التقلبات اليوم على معظم البيوت فعشان هيك بدك تكون حذر اما بالنسبة لبيتك 12 فاليوم بتجتازوا بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود اي مخاطر انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة حاذر من بعض المحتالين وخيبات الامل الحضور القليلة اهم انك ما تجازف بانتظارك تأخير وفوضى ومن المستحسن عدم البدء بمواعيد مهمة طبعا زي ما حكينا انه هاي الظروف ضاغطة ولكن مش لمدة طويلة يعني هي اليوم وبكرة وبعدين الاجواء بتصير ايجابية لما القمر بيصل عندك فبتعوذ كل هذا التأخير برج الجدي طبعا اليوم رح يكون فيه نشاط على مستوى الاصدقاء مستوى المعارف العلاقات الاتصالات الترفيه اهم شي انك اليوم تستغله لانجاز كل اشي ضروري ومهم لانه زي ما حكينا انه كمان يومين القمر رح ينتقل ويصير موجود يعني بالقوس وهذا الاشي رح يسبب لك نوع من انواع الاعطال او الضغوطات في الفترة القادمة فحاول تنجز الاشياء المهمة والاعمال المهمة من ما توصل ل الفترة الصعبة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه اليوم فيه نوع من انواع الاهتمام على المستوى المالي فممكن تنجز بعض الاعمال او تهتم ببعض المتطلبات المالية ممكن تحصل بعض المكاسب من عمل اضافي او مستردات او هبات او تناقش مسألة مالية معينة او انه تهتم بحلول لبعض الوضع المالي اهم انك تبعد عن المصاريف قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثالث يعني بساعدك بالاتصالات والحوارات والنشاط وممكن توصل معلوماتك او تنشط اجتماعيا اليوم او ممكن تعزز علاقاتك اهم اش اذا كان عندك امتحان او مقابلة تدرس وتستعد بشكل جيد اليوم ممكن يحطك بامتحان معين او مقابلة او حوار او تستخدم طاقاتك ومعرفتك وفطنتك باصال المعلومات يعني الاجواب فيها نوع من انواع الايجابية ممكن تهتم بمسائل الها بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء ضاغطة على مستوى البيت فيه نوع من انواع القلق او التوتر بسبب مسألة عقارية او بيتية او اجار او تصليحات ترميمات امور الها علاقة بالعائلة حوار عائلي مشكلة عائلية خايف من المستقبل والضغوطات على العائلة يعني هاي الامور اكثرها هي الي اليوم رح تربكك او تسبب لك نوع من انواع الارباك بدها تركيز والامور بتنحل ولكن مش بالطيش والعفوية والعصبية اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي اورانوس بعزز بعض النقاط القوة اللي ها علاقة بالحضوظ او بتدعيم علاقاتك مع بعض الاشخاص ممكن اليوم الحظ يدعمك في بعض المسائل ممكن اليوم تعزز علاقتك مع الحبيب او تنشط بعلاقة عاطفية مع احد الاحبة ممكن تهتم باحد الابناء او احد الوالدين يعني الاجواء جيدة وممكن حتى على مستوى التغيير الجسدي يعني او بالشكل او بالمظهر برضو بالتجميل اشي جيد اما بالنسبة للبيت السادس بتواجه ضغوط على مستوى العمل او لبكة او ارباك او ممكن تأخير او صعوبة بانجاز بعض الاوراق بتسعى لاستغلال علاقاتك الاجتماعية او معارفك لدعمك في مسألة الها علاقة بالعمل اهم اشي انك ما تراكم الاعمال عليك اهتم بانجاز اعمالك بوقتها في منك ورح يهتم ببعض الشؤون الصحية او تقلبات الصحية او القلق الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى امور الحوار والتحاور والنقاش ما بينك وبين الشريك ممكن تصلوا الاتفاق معين او تتوافق الافكار على اشي معين اهم اشي بدون كلام لاذع وبدون حدية بالطباع الاجواء فيها ايجابية حاول انك انت تستغلها للمصالح والتقارب او حتى للرفقة في مشوار او في خطوة معينة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء ضاغطة على مستوى الامور المالية المشتركة وهي بتسبب لك نوع من انواع الارباك يعني اما قروض ديون اوراق معاملات امور بنكية تحصيل بعض الاموال اللي للك تحسين الوضع من خلال مساعدة ما اهتمام باوراق ومعاملات قانونية مالية ممكن يكون الاهتمام عالي شوي ولكن اهم اشي انه الفترة هاي برضو تدير بالك من المصاريف اللي لها علاقة اما في البيت او لها علاقة بالصحة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا هنا يعني بتساعد بعض الامور على مستوى الاتصالات يعني تنشط بالاتصالات البعيدة التواصل مع اشخاص خارج البلاد مسائل اللي لها علاقة بمعاملات او اوراق قانونية او اشياء اللي لها علاقة بالامتحانات والجامعات والدراسة والتعاليم يعني كل الامور هاي برضو ممكن يكون لك نوع من انواع التركيز عليها خلال هذا النهار والاجواء راح تكون دعمي وحليفي لا اليك اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا عطارد ممكن يخليك تبادر بخطوات متسرعة شوي تشوه فيها سمعتك فبندك تنتبه ما في داعي لمخالفة القوانين ولا المجازفة ولا العصبية ولا الحدية ولا للخلافات ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اجواء مش مساعدة للخلافات عشان ما تشوه سمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فبتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق اهمش انك ما تعمل وحيد حاول انك تشارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ممكن تفرح بوجود احد الاصحاب وترفع عن نفسه في لقاء ودي غير منتظر اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الاجواء الكواكب في بيت المتاعب عشان هيك اهم اشي انك تهتم على بعملك تهتم بصحتك وتهتم ممكن بصحة احد الاحبة ولكن اجمالا الاجواء ما فيها اي تأثيرات سلبية على مستوى بيت المتاعب هذا اليوم برج الدلو اليوم رح يصير فيه اكثر من تركيز او اكثر من خطوات عندك اليوم رح يتركز على العمل على معاونينك في العمل على زملاءك مسؤولين حتى على مستوى بعض الامور اللي الها علاقة بالعاطفي يعني ممكن تهتم باحد الاحبة او بهواية او بشيء الو علاقة برفعتك او سمعتك بمعنى اخر يعني هاي الامور اللي اليوم رح تهتم فيها او تكون مركزة عليها بشكل كبير اهم انك تستغل هذا النهار في بعض المسائل اللي تجد لها بعض الحلول حسب ما رح نذكرها في باقي البيوت اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى امور اللي لها علاقة بالمال فمنك ورح يحص الاموال بتيجي عادة من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم او هدايا حتى اهم انك اليوم يعني ترتب وضعك المالي بشكل جيد وابتعد عن المصاريف اللي ماء الهداعي او المصاريف لزيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء يعني شوي ضاغطة على مسائل لها علاقة بالحوار والنقاش والاتصالات في نوع من انواع العصبية او الحدية او المزاجية في بعض المسائل انتبه من الكلام اللاذع برضو كون واضح بطرحك ابعد عن المفاجآات قدر الامكان ممكن اليوم يعني تيتشتت فكرك اثناء تحركاتك او تنقلاتك انتبه اثناء تنقلاتك واثناء قيادتك للسيارة وبرضو اليوم ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا تعمل من انواع المفاجآات ممكن لقاء او تعاطف او تلاقي او حوار عائلي او مسألة عائلية تنشط فيها خلال هذا اليوم وممكن ايجاد بعض الحلول لبعض الصعوبات المنزلية مثل اعطال مشتريات مشكلة خلاف نقاش يعني هاي الامور اللي رح تهتم فيها معك او مع احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ممكن تظهر بعض المسائل العاطفية او الاهتمامات العاطفية اليوم ممكن تعزز العلاقة مع الحبيب او تتواصل معاه او ترافقه في مسألة معينة او ان تتبادر بمساعدته في امر ما اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا على مستوى العمل ممكن اليوم تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة اما بالعمل او الها علاقة بامور صحية بتتعلق فيك او احد للبيت السابع فطبعا الزهرة اليوم بتشكل نوع من انواع الصعوبة في امور الها علاقة بالتواصل مع الشريك شريك المال او شريك العاطفة ممكن يستاء او تكون في فجوة او اهمال من طرفك لالو او من طرف لالك ممكن ما يشعر معك بشكل مباشر في منك رح يوطد العلاقة مع الشريك وممكن يعمل المصالحة او يتراجع عن قرار سابق ولكن اجمالا ابعدوا عن الخلافات والنقاشات وما تهمل امور الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن فبعض رح يهتم ببعض المسائل المالية وممكن يتحصل بعض الدعم اللي بيجي نوع من انواع الهبات او المساعدات او الدعم او اشي العلاقة بالقروض او البنوك او اهتمام بعقود اهم اشي انك ما توقع العقد دون دراسته في منك رح يهتم ببعض المسائل المالية او القضائية المالية يعني لا ايجاد بعض الحلول ممكن تكون غرامات او ضريبة تأمين امور الها علاقة ببعض الحقوق اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم ديروا بالك اثناء حواراتك او اتصالاتك خصوصا مع اجانب ممكن تطلق اتصال من خارج البلاد او تقلق او يجيك معلومة من خارج البلاد شوي يكون فيها نوع من انواع الصعوبة اهم اشي اللي عنده امتحان او عنده مقابلة على المستوى الجامعي بده يدرس ويستعد بشكل جيد مما يتسرع اثناء الاجابات عطارت بشدة الفكر عندك وبخلي مزاجك شوي متعكر ممكن تقلب في المزاج عندك شوي بدها ادارة او بدك تحسن ادارة امورك او امتحاناتك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تحسين عليه اللي بيعمل بينجح في اثبات جدار تونيل لرضى المسؤولين منكم ممكن يهتم بصحة احد الوالدين واهم انك ما تنجر وراد تسرع والانفعال حاول انك تكون هادئ بشكل القمر في هاي المنزل تحدي في لحظة معينة ممكن تبدو غاضب او عدائي حاذر من الخلافات ممكن تكرم او تكرم وتحصل على فرصة مهمة اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى امور الى اعلاقة بالاصدقاء فممكن تنشط بين الاصدقاء او يتوجه لك دعو لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او ممكن تسعد برفقة احد الاصدقاء او مساعدة لك في مسألة ما اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهنا بدك تحذر من بعض التراكمات اللي ممكن تكون على العمل فعشان هيك حاول تنجز الاعمال الضرورية والمهمة حاول ما تخلي الاعمال تتراكم عندك وما تهم العملك وبرضو بدك تهتم بصحتك من بعض التقلبات او من بعض الاشياء اللي ممكن تكون مفاجئة خلال هذا اليوم اللي بتتعلق فيك او طبعا اليوم من الايام الاستثنائية المميزة بالنسبة للك اليوم عندك نشاط عندك رغبة بالانطلاق عندك رغبة بالاتصالات عندك رغبة بالتنقلات حتى على مستوى الاشخاص اللي بمقاعد الدراسة جامعية او مدرسية اليوم رح يهتموا بالدراسة عندهم تركيز قوي جدا وحيوية عالية جدا في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي اللي لها علاقة بالالكترونيات او اللي لها علاقة بالتليفونات بالسيارات او بالمسائل الفكرية الاجواء ايجابية ونشاطك الفكري عالي جدا ورغبتك باحداث التغييرات برضو قوي جدا اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الامور المالية هي اللي شوية لساها ما مشت بالشكل المزبوط صحيح انه في فرص مالية ممكن تحصل مكاسب مالية ممكن تهتم ببعض الشؤون المالية او تجد لها حلول ولكن اليوم رغبة اكبر وجامحة لصرف الفلوس اما مشتريات مالهداعي اما ازياء او ثياب او تجميل حتى اهم شي ضبط الميزانية هو المطلوب اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتدعمك اليوم بمشوير مفاجئة لقاءات مفاجئة اتصالات مفاجئة ممكن تنشط باكثر من اتجاه مع بعض تحاول اليوم عندك جدولك مليء بالتنقلات والحوارات والتواصل والمالة نهاية رغبة بالمثلا بالتواصل الجيد ما بينك وبين اصدقائك او ما بينك وبين افراد العائلة ممكن مع احد الاخوة احد الجيران امور الها علاقة بالسيارات او بالهواتف يعني الاجواء نشطة جدا حتى ممكن بعضك يفكر في رحلة او في خروج لتغيير جو حتى اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا شوي ممكن شوي انشغلاتك اليوم تخليك تخفف يعني او تهمل شوي من الشؤون العائلية عشان هيك تدير بالك خلي فيه توازن خلي فيه نوع من انواع التواصل والتقارب ما بينك وبين افراد العائلة ما تهمل البيت ممكن اليوم تظهر بعض الاعباء او الاعطال او المشاكل او الخلافات اللي تطلب وجودك واهتمامك بشكل كبير ما تهمل الوضع العائلي نهائيا اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي جيد جدا فاليوم ممكن اغلبك ينشط على المستوى العاطفي مع احباؤه او لقاء مع الحبيب او مرافقته او اشي الاعلاقة بالنشاط الفكري ممارسة هواية اتصالات تواصل حتى مع احد الابناء اللي ما له حبيب له احباء ابناء والدين هاي برضو الامور رح تهتم بتركز على امور الها علاقة بالعمل ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن في منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية ممكن قلق او توتر او جراء فحوصات او اهتمامات صحية بتطلب منك التركيز اي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك فيه اما بالنسبة للبيت السابع هنا بعطيك اهتمام على مستوى امور الها علاقة بالشراكة او تواصلك مع الشريك او التقارب مع الشريك او ايجاد حلول ما بينك وبين الشريك او الاهتمام بعلاقات التقارب ما بينك وبين الازواج تحديدا الاجواء ايجابية وبرضه بتدعمكم بقوة خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الاجواء تقريبا على المستوى المالي ممكن انه شوي تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالقروض بالديون بالبنوك بالميزانية بسداد بعض الالتزامات في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها حقوق الغير او اموال الغير يعني يهتم في هاي المسائل كثير اليوم او باشياء العلاقة بتحصيل دعم او قضايا مالية او اهتمامات لا استرداد بعض الاموال او الحقوق لا الى او المناقش في امور مالية بتخصك وبتخص غيرك اما بالنسبة للبيت التاسع فهنا الاجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة ممكن يصلكم اليوم خبر صار من بعيد بتشعروا بقوة العاطفة مع الاحباء يوم مناسب لاجراء مقابلة ممكن تسافر في رحلة او تفرح لانفراج وتسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك القدرة على التواصل مع المحيط يعني الاجواء ايجابية ودعم للك بقوة اما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا بيت السمعة ما فيه اي تأثيرات للكواكب ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك اهتمام يعني من بعض الاصدقاء او الزملاء بالعمل او رؤسائك بالعمل ينظروا لك نظرة جيدة او تسمع كلام اطراء بس اهم شي انك ما تخالف القوانين وما تجازف وما تعمل اي مشاكل داخل العمل لا تشويه السمعة بتكون امورك ممتازة جدا اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم النشاط عالي جدا رح يكون ما بين الاصدقاء رح تنشط بلقاء الاصدقاء والتحاور معهم ولقاءهم واتصالك وتواصلك معهم الاجواء ايجابية ودعمة بقوة او ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء احد الاصدقاء اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما في اي تأثير لكواكب في بيت المتاعب الاجواء ايجابية ودعمة بقوة فبتساعدك على انجاز بعض الاعمال والاهتمام ببعض الشؤون اللي الها علاقة بالعمل او المعاونين او زملائك فيه اشي اله علاقة بقوة الحظ في مسائل بتدعمك على مستوى العمل ولكن على المستوى الصحي شوي بتطلب منك نوع من انواع الاهتمام فممكن تظهر بعض المسائل الصحية اللي تطلب منك مراجعة الطبيب او اخذ علاج او مكملات غذائية او اشياء لها علاقة بمراقبة الصحة الك او لا احد الاحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله وارضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء